اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبتة الكالنشوة نبتة مظهرة صحيحة هذه هذه الأوركيد بمعنا نصورنا الأوركيد أعلمين بس وهذه الآن ؟ هذه الأوركيد حسنا نبتة الأوركيد نبتة داخلية نخاف منها لكنها سهلة كثيرا جوحلة في المشروع أهم شيء ascendع في البارك البارك يعني خشب أو يفحم جذورها ما بتحب تراب أو تتنفس دائما هو يعني دائما يكون فاضي تحت فعشان هيك هاي بتنزرع بس بالخشب بتزهر لفترة طويلة يعني زهرتها بتحسها بلاستيك بتطول كأنها اصطناعية قد ما هي بالضبط بس بعدين لازم نشيل البتلات اللي رح يخربوا وضروري ضروري نخلي العرق اللي هلأ يعني هاي الزهرة اللي على الشاشة حتروح وتدبل يمكن تضل شهرين بعد هيك هنشيل العرق اللي هلأ شايفين هذا العرق هذا بدنا نخليه ما نشيله إذا شلناه ممكن ما تزهر فعشان هيك بنخلي بترجع بتزهر بعد فترة ولما تخلص ازهار ما بعني انه نتركها بدون عناية بدنا نستمر بالعناية عشان تعطينا فوج جديد تارفي مهندس بدي منيك لو سمحتي نصيحة هيك عاملة للأشخاص صراحة لأنا منهم اللي ما منعرف نعتني في الأزهار كل مرة منحب منجرب منجيب اشي وبموت منجيب اشي بموت لما منعرف نعتني فيه ناخد أول نصيحة من الشخص اللي ببيعني انه هاي شو بتعب هاي اسقيها كل يوم خلص مثلا ومناخدها لنبتة وللأسف بعد اسبوع بتموت مرد بعد شهرين نجيب اشي تاني لأشخاص اللي هيك ما عندهم خبرة شو بتنصحيهم يعني صراحة هيثم يعني انت حطيت ايدك على اهم موضوع بشغلنا بشغلنا احنا اللي بصير انه للأسف عم بفتو ناس كتير بشغلات غلط واكبر مشكلة من ممارستي هلا لهذا الشغل المي يعني انت حكيت اسقوها كل يوم تتخيلش قديش عم بحكو معي انه كل يوم عم نسقي مهندسة ليش تعبانة طبعا هو انت عم تسقيها كل يوم عم بتموت يعني لما منقول الزايد اخو الناقس اكتر سبب اكتر سبب بدمر نبتاتنا زيادة المي يعني انت كأنك لخصت كل الموضوع صراحة فعنجد لازم نرجع لحدا ثقة لازم نتابع اكتر ونعرف انه عن جد كيف بدها تعيش الشطارة مش اني ازرع عادي اقدر اشتري وبقدر ازرع حديقة كبيرة ولاندسكيب ودزاين لكن الفكرة قديش بقدر احافظ على نبتات نعم وطبعا هذا اشي مش سهل لان اول عن اخر هي شغلات يعني النصيحة الرئيسية انه حدا يرجع لمصدر موثوق ومجرب وعارف اشب عمد بالظبط انا حبيت بس معلومة انه هي ما بتحب لتراب فمن وين نجيب الاشياء المناسبة لزراعة من المحلات المواد الزراعية ومن المشاطل يعني هو القارك او الخشب الخشب خشب فحم حجر اهم شيء ما نروح لالبيت طيب اللي كنا نحكي عنها قبل شوية ايوة ايوة كلانشوا هاي نبتة الكل بيحبها ليه لانها اول شي بتحبش المي راح ابلش من هاي النقطة لما بنحكي عصاريات يعني صبار بلا شوك فالصبار كلنا بنعرف انه ما بيحب المي الكلانشوا ما بتحب المي الكلانشوا بتعيش في البيت بس بدها بيت شرح بدها اضاءة اوية غير مباشرة نعم وكل النباتات المزهرة بتحتاج اضاءة اوية غير مباشرة نعم الحلو بالكلانشوا الوانها كتير ابيض درجات الزهري اورنج احمر فبكل مناسبة بقدر احط على طاولة الوسط في البيت بقدر احط منها فهي كتير كتير سهلة ما بتغلب بعد ما تخلص الازهر لأي نبتة بدنا ننظفها بعد ما تدبل الزهور اللي هلأ عم تطلع معنا على الشاشة بدنا نشيلها عصاص ترجع تزهر مرة تانية تمام اوكي للبعد ها نشوف هاي هاي بيقونيا حبيت البيقونيا البيقونيا كتير حلوة هلا هاي مش البيقونيا اللي سيكتاتنا بيعرفوها البيقونيا القديمة بلا ازهار ازهارها كتير صغيرة مش بلا ازهار يعني مائلها ما بتبين هلا هاي البيقونيا شوية جديدة كتير حلوة بس ما بتحب مي نهائي نهائي يعني كل ما زدنا مي عليها كل ما حنعرف انها بتصفر الوراق يعني كل قد نشقيها يعني هاي مرة بالاسبوع انا بنسبة لي بكفي ودايما دايما لازم نحكي كمية المي ما لازم نحددها ولا حدا بقدر يحددها ليه لانه موقع النبت في البيت بيأسر حجم الوقوار بيأسر يعني الوقوار اللي هيك بده فنجان مي الوقوار اللي كبير بده كاسع فانا ما بقدر احكم قديش نبت تكبدها ماي لا اعرف هي وين موجودة في البيت او باللجنين نعم هلا النقل اللي ازهار يعني من قوار صغير لقوار كبير او اذا شخص عنده مثلا حديقة بدون نقلها من قوار صغير للطراب العادي بأسر ممتاز هلا النقل من قوار لقوار طول السنة ونقله ما لدينا مشكلة داخلي او خارجي احنا عنا محاذير على النقل من الارض للقوار من الارض للقوار نعم الارض للقوار بس بالشتاء اوكي لانه اذا قلتها بالصيف دعونا نقول واحد بالمئة احتمال انها تنجح لكن بشكل عام نقدر نقل نباتاتنا بأي وقت من قوار لقوار نكبر ما في مشكلة وعلى فكرة هون لازم احكي انه النباتات المستوردة بتيجينا بقووير عشان الشحن يكون اسهل حتكون بقووير صغيرة لازم ننتبه انه هتعيش بهذا القوار بس مش مطوء يعني مش طويل عشان هيك لازم نقولها قووير اكبر حلو حلو والازهار هاي في الها اي اشي تحتاج غير مي متل سماد مصرا طبعا الداخلي منسمد مرة بالشهر لازم يعني مش لازم انه خلينا نقول بتدفع اكتر اوكي سريعا لانه احنا انتهى وقتنا للأسف على السريع هاي الانتوريوم نبتة داخلية مزهرة طول السنة طبعا بتظل تعطي ازهار كتير بتغلبوا فيها انه ليش عم بتبقع يعني بصير فيها تبقع هلا التبقع هذا خربطة مي ما رح اقول زيادة مي على الاغلب زيادة مي مع الكل لكن دايما دايما تنظيم الري اشي كتير مهم تمام يعني دايما لما حكا هايسان بتجبيلنا الأجواء الحلوة على الستوديو ومسطنا انك كنت اليوم معنا امال القيمة شكرا الى شكرا شكرا اعطيك الحافية شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة